اليوم على وجه التحديد وفي الجلسة الختمية لقمة تمويل العالمي الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح عدة قضايا الحقيقة ويمكن هذه القضايا بتاخدنا لعدة أسئلة إزاي ممكن الدول المتقدمة يكون عندها مسؤولية تجاه الدول النمية من خلال الرياضة وزاي بتمتعد هذه الدول من الهجرة غير الشرعية وهي لم تلتزم من البداية بوعودها تجاه الدول النمية وإذا كانت مصر من هذه الدول النمية زي مصر اتعاملت مع هذا الملف على وجه التحديد نتكلم عن ضيوف مصر حيث تريد عندنا 9 مليون ضيف زي ما قال سيدة الرئيس عليهم النهاردة داخل هذا المحفل الدولي تحدث سيدة الرئيس كمان عن الأمل وإنه إزاي شعوب بتفقد الأمل على أرضها وتهاجر لتبحث عنه وتفقد حياتها في طريقها لده إزاي ممكن يتحقق هذا الأمل داخل الدول النمية وإزاي يكون فيه إرادة في قضية تغير المناخ تتحقق زي ما العالم كله تحرك أثناء أزمة كورونا وتحرك العالم كل والدول الأوروبية في مساعدة أوكرانيا وأيضا في الحرب الروسية الأوكرانية كلها أسئلة حقيقة يعني بطرح على ضيف الكريم مع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق بسرخير على حضرتك فندم بسرخير فندم وكل عام وحضرتك بخير وحضرتك خايبة ومصر خايبة وأهلا بحضرتك حديث سيد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتحديدا مسألة أن تفي الدول المتقدمة بوعودها في مسألة التمويل للدول النمية وحديث سيادته أيضا عن أن الدول النمية ما تكونش مجرد مستقبل لهذه المساعدات وإنما تطرح أفكار تنموية تكون يعني جهزة للتمويل إزاي مصر قدرت أنها تحقق هذا حديث سيادته عن منصة نوفي عن القدر الكهروائي بالتعاون مع ألمانيا يعني فترة مصر عن هذا أمام العالم يعني أنا من متابعاتي حضرتك لوقائع القمة في عدد من الملاحظات الملاحظة الأولى أن هذه القمة في غاية الأهمية لأنها مرتبطة بثلاث مؤتمرات هامة هتعقد قبل نهاية العام الجاري المؤتمر الأول هو الاجتماع الربيع للبنك الدولي وسندوق النقد الدولي في مراكش في المغرب الاجتماع الثاني وده مهم حق قمة المجموعة العشرين اللي هتستضيفها الهند بحكم أن الهند بتتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام هتستضيفها في سبتمبر القادم المؤتمر الثالث هو قب 28 اللي هتستضيفه الإمارات حضرتك قبل نهاية العام فقمة باريس اللي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هترفع مجموعة من المقترحات ودخصيات هتبحث فيه الثلاث مؤتمرات اللي تم إشارة إليها دي أول ملاحظة الملاحظة الثانية أنه مشاركة السيد الرئيس دعوة الرئيس مكران للسيد الرئيس للمشاركة في هذه القمة بتعكس إدراك من فرنسا أحد الدول الأعضاء في مجموعة السبعة لأهمية الرؤية المصرية والتجربة التنموية المصرية في الظروف الدولية المرتبكة والمعقدة خلال السنوات القادمة الملاحظة الثالثة أنه السيد الرئيس انتهز فرصة المشاركة المصرية وطرح رؤية مصر لقضيتين القضية الأولى حضرتك ما أشار إليه السيد الرئيس اللي هو أعادة النظر في النظام الدولي متعدد الأطراف الاقتصادي والمالي الموضوع الثاني ولا يقل أهمية على الأول هو استعراض التجربة التنموية المصرية وتجربة مصر في تحديث الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فإذا بدأنا حضرتك بالرؤية المصرية للنظام المالي والاقتصادي الجديد المأمول الثلاث سنوات الأخيرة اللي هي حضرتك شهدت جائحة كورونا شهدت اندلاع الحرب الأوكرانية تزامنا مع ارتفاع أسعار الفايدة في الدول الصناعية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كل هذه العوامل حضرتك اجتمعت وأثرت بصورة سلبية على الدول النامية والدول النامية كما تعلمين حضرتك بيتم تقسمها إلى الدول الأقل نموا وأكثر فقرا والدول النامية المتوسطة ومصر بتعد من الدول النامية المتوسطة الملاحظ في هذا السياق أنه مجموعة العشرين في العام الماضي أما بحثت موضوع الديون الخارجية للدول النامية ركزت على الدول الأكثر فقرة وفقط على عادة جدولة الديون لكنها لم تتعامل مع الدول النامية المتوسطة حالات الدول النامية المتوسطة اللي وجهت نفس التحديات ونفس المشاكل لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء يساعدها على التعامل مع التحديات وسائد الرئيس أشار في معرض حديثه أمس إلى الارتفاع المديونية وكيف أنه الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشروط اللي بيضعوها في حداتك منح قروض شروط لم تعد تلائم الأوضاع المستجدة سواء من أزمات اقتصادية أو حتى استمرار هذه الدول في التنمية رغم كل هذه الأزمات الاقتصادية اللي حاصل